السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة وصفة نت اليوم ان شاء الله غدي تشوفوا معي طريقة تحضير بغيوش بسائل بدون عجن وبدون تعب فقط غدي نستعمله في الخلاط ما غديش نخدمه ابدا باليد دينا فهو السهل تحضير السريع التحضير وهذا هو الاهم فقط تحضروه بسرعة الآن غدي نفتح لكم بشوفوا معي كيفاش كيجي من الداخل ها هو كيفاش كيجي غدي نقرب لكم القطعة اذا شوفوا معي ما شاء الله كيجي روعة 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 جدا هاش نتمنى انكم تجربوه اكيد غدي يعجبكم فحضرنا هنا يا بالكريما فكيجي لديد في المداق شيش جدا جدا وروعة اروع ما يكون فجربوه وانتو ما خليولي الرأي ديالكم في تعليقات قولوا لي الرأي ديالكم نخليكم الآن مع الفيديو وقبل من هذا الى كنتوا اول مرة قد زروا القناة فلمرجوا الاشتراك وضغطوا على الجرس ليسل لكم كل جديد نخليكم مع مرحي الفيديو وكنتمنى انكم تابعوا مع الفيديو للاخر بسم الله على بركة الله بالنسبة المكونات العجينة غادي نحتاجو 200 غرام من دقيق ما يعادي الكأسين هناك ناخدو القياسات بكأس شاي من حجم متوسط كيس من السكر بنكهة الفانيلا من وزن 7 غرامات ونصف ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر او ملعقتان السكر حسب الرغبة قبصة كبيرة بعض الشيء من الملح ما يعادي الرأس ملعقة صغيرة عندنا ملعقة صغيرة من الخميرة والخميرة كتبقى حسب الجو غتستعملوا سواء الخميرة الفورية اي حبيبات او لا الخميرة المعجونة كما عملت انا هنا عندنا بيضة واحدة ملعقة كبيرة من الزبدة اربع ملاعق من الزيت وكأس من الحليب ما يعادي المئة وخمسون ميلي لتر هذو هما المقونات قد نزع لبركة الله المراحل التحضير بسم الله على بركة الله اولا قد ناخدو واحد الكسرون قد نوضع فيها الحليب وكذلك الزيت وقد نوضعها الخليط فوق النار تكيولي دافئ ما تخليه الشي سخن فقط حتى يولي دافئ على بركة الله هنا ايا قد نوضع الاسفع دينا يعني بعد ما كيولي دافئ قد نفرغوه في ايناء او لخلات كهربائي من بعد قد ناخدو البيضة قد نفصلو البيض عن السفار قد نستعملو في الوصفة فقط البيض والسفار قد نعملوه لاحقا باش ندهنو الوجه دي الفاطيرة وبالنسبة لهد المكونات فممكن توضعوها في الخلات الكهربائي انا غد نعمل هد الخلات الكهربائي على هد الشكل لذلك وضعتها في صحن الى غتعملو خلات كهربائي عادي فغتعملو كل مكونات في كأس الخلات نفس الشي طبعا لكن انا هنا كنفضل نستعمل هذا اذا الان غد نوضعو الخاميرا كما شتو الكيمياد الخاميرا اللي عملت لان الجو بارد وغد نضيفو السكر وقبصة من الملح كذلك غد نضيفو السكر بنكهة الفانيلا يعني غد نضيفو كل مكونات اللي متوفرة عندنا في الخلات الكهربائي وغد نطحنوها دفعة واحدة غد نضيفو كذلك ملعقة كبيرة من الزبدة وكنخلطو هاد العناصر مع بعض جيدا اذا هنا ضروري انكم تخلطو كل العناصر حتى كنت نسلم لنا الزبدة مع الخاميرا مع المكونات السابقة وكندفيو الحليب والزيت لماذا باش يخمر لنا هاد البغيوش بسرعة وما ياخدش منا وقت طويل اذا هنا يا بعد ما اطحننا الكل جيدا كنوضعو الدقيق كأسين من الدقيق كنناخدو القياسات بنفس الكأس اللي اخذينا بهم الاول بالنسبة للقياس بالغرام فتقريبا 100 غرام اذا كأس الثاني طبعا الدقيق اللي غد نستعملو فهو مغرب الايمنخول وهذا هو الحجم الكأس المستعمل في هاد الوصفة غد نخلطو كذلك الدقيق مع العناصر السابقة وكما سبق لي ذكرت غد نعودها مرة اخرى فممكن توضعو كل هاد المكونات في كأس الخلاط للكهرباء العادي الان كيماشتوا معايا كيكون هادا هو الشكل دي الخاليط القوام دي الخاليط دينا كناخدو الان واحد صفيحة دي الفورن اولا القالب اللي كندهنوه جيدا بالزبدة ممكن تفرشو ورق الطبخ او لا ورق الزبدة فكيبقاليكم الاختيار من بعد ما دهنناها بالزبدة فكارشو في الدقيق وغادي نزولو الدقيق الزائد من بعد على بركتي الله كناخدو الخاليط كنفرغوه في القالب اللي دهننا من قبل كما شتو كيفاش كيكون القوام دي الخاليط فكيكون خاليط نوعا ما سائل هنا يا كناخدو واحد الملعقة وكنحاولو نوزعو هادا الخاليط على القالب انا هنا استعملت قالب كبير انتوما الي عملتو قالب صغير فطبعا غادي تحصلو على بريوش اللي غايكون الارتفاع ديالو اكتر من هادا البغيوش اللي عملت انا في هاد الفيديو نحاولو نوزعو الخاليط غير بشوية وللقيتو صعوبة في توزيع الخاليط فممكن انكم تدهنو سطح ديال الملعقة بالزيت فقط وغادي توزع لكم بكل سهولة من بعد غادي نوضعو الخاليط ديالنا جانبا وغادي نمرو لتحضير الكريمة على بركتي الله بنسبة المكونات الكريمة غا نحتاجو نصف الليطر من الحليب ما يعادل خمسمائة ميلي لتر وعندنا كذلك ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر وثلاثة ملاعق كبيرة ممتلئة جيدا من بودرة الكريم باتيسيار او الكاسترد اللي ممكن تعوضوها بالنشا غادي نزول الآن لتحضير على بركتي الله في كاسترول كنوضعو الحليب كنضيفو عليه السكر من بعد غادي نضيفو كذلك ثلاثة ملاعق من بودرة الكريم باتيسيار او بودرة الكاسترد من بعد كنخلطو هاد العناصير جيدا مع بعض هنا كنوضعو الخليط فوق النار مع التحريك المستمر بدون توقف باش كنتفاداو التساق الكريمة باسفل الاناء كنستمرو في تحريك حتى كنلاحظو بانا تكونت عندنا كريمة متماسكة ما كيبقاش عندنا خليط سائل اذا كماشتو معايا هذا هو القوام ديال الكريمة كيفاش كيكون طبعا من بعد غادي تولي عندنا كريمة متماسكة اكتر الان كناخدو جيب حلواني او لا فقط كتاخدو اي بلاستيك انا هنا استعملت هاد البلاستيك اللي كيكون على شكل جيب غادي نوضع فيه الكريمة بعد ما خليتها يعني دفات قليلا ما كتبقاش ساخي نكمل اول من بعد كنغلقو الجيب او لا البلاستيك على بركتي الله فكنناخدو البلاستيك اللي وضعنا فيه الكريمة بلاستيك غدائي وكنحاولو نوزعوها بهات الشكل فانتو ما كتعملو الشكل اللي حبيتو انا هنا يا حبيت انني نعملها على شكل حلازوني وكماشتو القوام ديالكريمة فهنا يا الكريمة ليست ساخنة بل فقط كريمة دافئة على بركة الله هنا يكن ناخدو صفار بيضاء اللي خلينا في الاول سابقا وضعت عليها ملعقة صغيرة من الحليب وقطرات من الخل غادي نضيف عليها كذلك كمية من القهوة سريعة الدوبان وهي كتبقى اختياريا غادي نحاولو ندوبو القهوة مع البيض من بعد كنجيبو الخاليط ديالبيض القهوة وكنحاولو ندهنو العجينة ضروري انكم بدهنو هاد العجينة قبل الاختمار لماذا؟ لانه بعد ما غا تختمر كماشتو في العجينة سائلة الى بديتو الدهنوها وهي مختامرة فغادي تنزل لكم ديك العجينة فبالتالي غادي تفسد الوصفة ضروري ندهنوها قبل الاختمار من بعد ما غا تختمر وتنفخ باش تتبقى محافظة على الانتفاخ ديالها هنا ايا بعد ما دهنناها بالكامل بالقهوة تندهنو فقط طبعا ما كان العجينة ما كان الكريمة كنخليه كما هو كنحاولو اننا نغلفوها بالبلاستيك الغدائي وهنايا بعد ما غلفناها بالبلاستيك غدائي او لا فقط تحطو عليها واحد البلدل غادي ناخد هنا يا بطانية لان الجو بارد فغادي نعملها وسط بطانية باش تختمر لي بسرعة وما تاخدش مني وقت طويل على بركتي الله هنا يا بعد مرور اربعون دقيقة كما لاحظتم معايا فشوفوا معايا المستوى ديال العجينة مقارنة بالكريمة ففي الاول كانت الكريمة منتفخة الان تفخت العجينة وولت مستوى الكريمة وطبعا من اللي غادي ندخلوها الفرن فغادي تنتفخ العجينة اكتر الان غادي ندخلوها الفرن ساخن من قبل درجة حرارة لي تكون درجة متوسطة انا هنا غادي نعمل مئة وسبعون درجة النار من الاسفل حتى كتتتحمر تنتفخ من بعد كنوضعو النار من الاعلى باش تتحمر كذلك من الفوق اذا متابعينا هدا هو الشكل ديال بغيوش ديالنا بعد ما خرجناه من الفرن او للفاطيرة كماشتو كيفاش كتجي جيد 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 هاشا روعة هنا يزولتها من القالب ووضعتها في صحن تقديم انتمنى انكم جربوها اكيد غادي تنال اعجابكم واستحسانكم نخليكم الان انطلقوا فيديو قادم ان شاء الله